خطى متسارعة شهدها الاقتصاد الوطني في العام 2017 من خلال قرارات حكومية غير مسبوقة هيئت بيئة محفزة لرفع كفاءة الاداء وتعظيم المكاسب التنموية وزيادة العوائد الاستثمارية لتحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 ودعما لهذه الرؤية تمت اعادة هيكلة بعض الوزارات والاجهزة والمؤسسات والهيئات العامة وتشكيل لجنة لمكافحة الفساد واطلاق خارطة عمل اقتصادية على مستوى 24 جهة حكومية ضمن مستهدفات محددة لبرنامج تحول وطني وقاد صندوق الاستثمارات العامة بعد اعادة هيكلته استثمارات مليارية نوعية هي الاولى على مستوى العالم ركزت على تسع قطاعات هي الطاقة والمياه والتقنيات الحيوية والعلوم التقنية والترفيه من خلال مشاريع نيوم والبحر الاحمر والقدية والفيصلية ورؤى مكة والمدينة ذات العوائد المليارية على الاقتصاد الوطني ووفق هذا التوجه اسس الصندوق صناديق وشركات جديدة فجاء صندوق الصناديق برأس مال 4 مليارات ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وانشاء الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري لزيادة فرص تملك المواطنين للسكن وشركة اعادة تدوير النفايات لتحقيق العوائد من خلال المحافظة على البيئة ودعمت القرارات لاستفادة من مكونات الاقتصاد الكلي لرفع وتنويع مصادر الدخل من خلال السماح للمستثمرين الاجانب التملك الكامل في الصحة والتعليم وإقرار رسوم الموافدين وتطبيق الضريبة الانتقائية على السلع والمشروبات الضر كما دعمت القرارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ 5% على المنتجات والخدمات لتحقيق عائدات متوقعة في الاقتصاد الوطني ما بين 5.1% و 5.2% من الناتج المحلي الاجمالي وجاء اقرار برنامج خساب المواطن لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة والغير مباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والتعرف الجديدة للكهرباء وضريبة القيمة المضافة وحفي القطاع الخاص بمبلغ تحفيزي بلغ 72 مليار ريال مخصصة لـ 17 مبادرة و21 مليار منها لصالح مبادرة القروض السكانية المدعومة و10 مليارات لمبادرة صندوق دعم المشاريع و5 مليارات تقريبا لدعم الشركات المتعثرة وأنهى الاقتصاد الوطني مسيرته العام 2017 بإعلان أكبر موازنة إنفاق في تاريخه مع انخفاض أسعار النفط حيث بلغت المصروفات 978 مليار ريال مقابل إرادات 783 مليار ريال في مقاربة الإرادات غير النفطية نسبة الأربعين في المئة اشتركوا في القناة